وهل مزيد من التفاصيل حول مهرجان مدينة العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل تلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية اطلعنا على آخر فعاليات المهرجان اليوم وما هو مدى الإقبال الجماهير على هذه الفعاليات لازالت الأجواء المبهجة هي المسيطرة على مدينة العالمين الجديدة وسط البحار والأبراج وحالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة وبعد انتهاء فعالية الحيوانات الأليفة بالأمس وأيضا الفعاليات الرياضية على ملعب كرة القدم بمدينة العلعاب الرياضية التي تشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة اليوم ونحن نتواجد على الممشى السياحي وهو أحد المناطق الترفيهية الهامة سيستضيف هذا الممشى اليوم انطلاقة الفعاليات الثقافية ضمن مهرجان الثقافة بداية من مساء هذا اليوم سيكون هناك عدد من فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وأيضا بعض الفقرات الخاصة بالسرك القومي ستتواجد هنا على الممشى السياحي وكنا نتابع هذه الفقرات في النسخة الأولى وكانت تجذب العديد من السائحين والزائرين لمدينة العالمين الجديدة خاصة أن في هذا التوقيت من اليوم ومع بداية انكسار الموجة الحارة بعض الشئية يبدأ الزائرون والسائحون في التوافد على مدينة العالمين الجديدة وعلى الممشى السياحي هنا للاستمتاع بهذا الجو الجميل وأيضا الفعاليات التي ستكون في مساء هذا اليوم بالإضافة إلى هذه الفعاليات أيضا خلال هذا الأسبوع ستنطلق بعض الحفلات الغنائية في المدينة التراثية التابعة لوزارة الثقافة بخلاف بالطبع الحفلات الغنائية التي ستتواجد في منطقة الأرينة والتي ستشهد بالتأكيد يوم الخميس القادم حفل القيصر الفنان كاظم الساهر بالإضافة بالطبع إلى أننا منذ قليل كنا نتابع إحدى المفاجآت التي خصصتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمواطنين في مدينة العالمين الجديدة وهو الشاطئ المجاني ليتردد عليه أكبر عدد من الزائرين ورأينا الإقبال الشديد على هذا الشاطئ ليستمتعوا بجمال البحر وأيضا وسط الأبراج وحالة التقص الجميلة وعبر الزائرون عن أهمية هذا الشاطئ ليتمتعوا بأقل التكاليف الممكن هذا الشاطئ هو بالمجان ربما لم يكلفهم شيء سوى مسافة الطريق من المحافظات التي أتوا منها وصولا إلى هذا المكان في مدينة العالمين الجديدة ووجهوا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه الخدمة الذين يستطيعون من خلالها أن يستمتعوا بأجواء المدينة السحرة وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات القادمة في مهرجان العالم عالمين محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة شكرا جزيلا لك